أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدراً حسناً ماكثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً فلعلك باخع النفس جعلها آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً إنا جعلناها على الأرض جينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً وإنا لجعلون ما عليها صعيداً جرزاً أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً إذ أول فتح إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم ذعتناهم لنعلم أي الحسبين أحصى لما لبثوا آداً نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنا من هدى وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا آلنا شططاً هؤلاء قولاً اتخذوا من دونه آلماً لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً وإذا اعتذلتم وما يعبدون من دون الله فأرموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم من رقاً وترى الشخص إذا طلعت تتاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا هربت تغربهم ذات الشمال وهم في فدوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يغلل فلا تجد له ولياً مرشداً وتفهم أيقاظاً وهم ربوداً ونغلمهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسطاً وذراعيه بالوصيدة لو اطلعت عليهم لوليت فيهم فراراً ونملكت فيهم رعباً وكذلك بعثناهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لقدتم قالوا لبنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لقدتم فدعتم أهدكم بويقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أذكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلقوا ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إن يظهروا عليهم يرجوكم أو يعيذوكم في ملتهم ولم تفلقوا إذا أبداً وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله أفضل وأن الساعة لا خيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا وأن ربهم أعلم فيهم قال الذين أغنبوا على أمرهم لمن تخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة هم سادس كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماركيهم إلا قرارهم ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً ولا تقولن الشيء إني فعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا أرشداً ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين واثناث وتسعاً قل الله أعلم بما لبتوا لهم غير السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحداً واتلو ما أروحي إليك من كتاب ربك لا مبذل لكلماته ولم تجد من دونه التحداً واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالوداة والعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أرملنا قلبه عن ذكرنا واتبع أواه وكان أمره قرطاً وغل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمنوا ومن شاء فليكفر إلا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم زراد قهام وإن يستغيثوا يغادوا بما إن كالمه يشوي الوجود بئس الشراب وساء مغتفقاً إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إلا لا نضيع أدرى من الأحسن عملاً أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها بالأساور من ذهب ويلبسون ثياباً غضراً من سندس وإستبرقاً واتكئين فيها على الأراض نعمة ثواه وحسنة مرتفقاً واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا بأهدهما جنتين من أعناب جنتين من أعناب وحففناهما في أخله واجعلنا بينهما زرعاً كلتا الجنتين آتته لها ولم تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نهراً وكان له ذمر فقال لصاحبه وهو يحايره أنا أكثر منك مالاً وأعزناً ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بذباره أبداً وما أظن الساعة قائمةً ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحب وهو يحاير أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلاً لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ولولاً إذ دخلت جنتك قل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً فعسى ربي أن يؤتي لخيراً من جنتك ويرسل عليها كسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طلباً وهو حيط بنمره فرصفه يقلب كذبه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم نشرك بربيه أحداً ولم تكن له في أدري ينصرونه من دون الله وما كانهم انتصراً هنا لنا الولاية لله الحق وخير ثواباً وخير عطباً واضرب لكم مثل الحياة في الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فأصبح أجيماً تذرهم الرياح وكان الله على كل شيء مقدثراً المال والبنو نذينة الحياة الثلياً والباقيات الصارهات خير عند ربك ثواباً وخير أبلاً ويوم نسير الجمال وترى الأرض فارداً وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعلقوا على ربك صفاً لقد جئتم هناك ما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع الكتاب فترى المدرمين المشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كثيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبريس كان من الجن فافسق عن أمر ربي أما تتخذونهم وذريتهم أولياء من دوني وهم لكم حدو في السر الظالمين بدلاً ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أهم مفسج وما كنتم اتخذ المضلين عقداً ويوم يقولون أنهم شركاء الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبطاً ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفاً ولقد صرتنا في هذا القرآن للناس ولقد صرتنا في هذا القرآن للناس في كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وما منعهم لا سغير منهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب طولاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدهضوا به الحق واتخذوا آياتي ومن أعلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداماً إنا جعلنا على قلوبهم بكنة أن يصطروا وفي آذار الوقت وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يبتدوا إذا أبداً وربك الغفور ذو الرحمة لو يعافظهم بما كسبوا لعدل لهم العذاب فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقداً فلما أبلغ مجمع بيهما نسيا موتهما فاتقد سبيل روح البحر سعباً فلما جاوزا قال لفتاه آتنا وداهنا لقد لقينا من سهرنا ماذا نصباً قال أرأيت إذ أغينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله من البحر عجباً قال ذلك من كنا نبض فارتدى على آثارهما قصصاً فارتدى على آثارهما قصصاً فوجدى عدداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً قال له موسى هل أتبعك على أم تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لم تستطيع معي خبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به قدراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا حتى إذا ركبا في السخينة ضرقها قال أفربتها لتغرب أهلها لم تجدت شيئاً إمراً قال قال ألم أقول علمك لم تستطيع معي خبراً قال لا ترحبني بما نسيت ولا ترحبني من أمر عسراً فانطلقا حتى إذا لقي أولا من قتلت قال أقتلت لتنزلية بغير نفس لقد جئت شيئاً أكراً قال ألم أقول لك إنك لم تستطيع معي خبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عدوا فهم طلقا حتى إذا أمات يا أهل غرية مستطعما وأهلها فأدوا فأدوا أن يطيبوهما فوجد فيها جدا أن يريد أن ينقص فأقاماً قال لو شئت لتغذت عليه أجراً قال هذا فراق بيني وبيني سأنذلك بتهويل ما لم تستطع عليه صبراً أما السخينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سخينة وصفاً وأما الهنام فكان أدواهم ملك فقشينا أن يرحقهما ضغياناً وغفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة خيراً منه زكاة وأقرب رحماً وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغ أشهدهما ويستفرجا كنزهما رحمة من ربك وما بعلته عن أمري ذلك تأويل ذلك تأويل ما لم تفطع عليه صبراً ويسألونك عن ذلك القرنين قل سأتلو عليهم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً أتا إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم قصنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً فيعذبه عذاباً نكراً وأما من آمن وعمل صالهاً فله جناه المسلا وأما من آمن وعمل صالهاً فله جزاء للحسنى وسنقول لهم من أمر لا يسراً ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مغلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها جسراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خذراً كذلك وقد أحطنا بما لديه خذراً قوماً لا يكادون يفقرون قولاً قالوا يا ذا البرنين إن يمجوج ومجوج مرسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أم تجعل بيننا وبينهم سجداً قال ما فكنني فيه ربي خير فأعينوني بطوة أدعي بينكم وبينهم عدماً آتوني زبر الحديد حتى إذا ذا إلى الصدقين قالوا حتى إذا جعلوا ناراً قال آتوني مفرق عليه بطراً فما استطاعوا أن ينهروا وما استطاعوا له نقاباً قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاً وكان وعد ربي حقاً وتردنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً فالذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً أفحسب الذين كفروا أن يتقذوا عبادي من دونه أولياء إن أعددنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننفعكم بالأغسرين أعمالاً الذي لطل سعيهم في الهدى في الدنيا وهم يحسبون أنهم يرسلون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة والنا ذلك جداهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي رسواً إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد مثل زلاً خالدين فيها لا يترون عنها بولا قل لو كان البحر مذاداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحداً فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً فليعمل عملاً صالحاً لا يشرف عبادة ربه لأحداً ترجمة نانسي قنقر